تزامناً مع الاحتفال بالذكرى السبعين لعيد الشرطة أطلقت وزارة الداخلية المرحلة الحادية والعشرين من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير السلع بكافة أنواعها للمواطنين بتقفيضات تصل إلى ستين في المائة في كبرى السلاسل التجارية المشاركة في المبادرة والمنافذ والشوادر المقامة لهذا الغرض تزامناً مع الاحتفال بالذكرى السبعين لعيد الشرطة وتحت رعاية رئيس الجمهورية أطلقت وزارة الداخلية المرحلة الواحدة والعشرين من مبادرة كلنا واحد والتي يأتي إطلاقها تأكيداً على الثوابت الاجتماعية في الاستراتيجية الأملية وتهدف إلى توفير السلع المختلفة ومنها الاستراتيجية بأسعار مخفضة المبادرة التي جاء إطلاقوها بعد تنصيق واجتماعات مع كبار التجار والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى والكيانات الصناعية توفر السلع بتخفيضات تتراوح ما بين 25% إلى 60% وبجودة عالية بفروع السلاسل التجارية المشاركة على مستوى الجمهورية وهي موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت كل الأجسام موجود فيها خصومات بتوصل لـ 50% و60% خلال فترة المبادرة ودائماً بنواجه الشكر السيد الرئيس على المشاركة الفعالة مع الشعب المصري في تخفيض الأسعار بشكل مستمر على مستوى السنة أسعار كويسة في المتناول ومتوفرة وأن هي دائماً ومستمر دي حالي قد حاجة كويسة وأسعار كويسة جداً لنا بصراحة بالذات في السلعة اللي هي زي الزيت والسكر الرز المنتجات دي فعلاً أسعارها كويسة جداً المبادرة دي وفرت إحتياجات نفس كتير بأسعار مخفضة ومنتجات جودتها عالية متناول للجميع وقد شهدت السلاسل التجارية المشاركة في المبادرة إقبالاً كبيراً من المواطنين على تلبية احتياجاتهم في ظل وفرة المعروض وجودته وانخفاض أسعاره مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا نحن اللي باللبي في وقت ما بتنادينا لو تحتاجينا بتلاقينا دايماً هنا شرطة وشعر جداً أحب أشكر قابل رئيس وأقول لكل مصر كوسائل متوطيبين نسبة تعدي الشرطة وعليز أقول للرئيس برضو إن إحنا بجاد المبادرة دي مخلييني أنا أكتر مكان باجي فيه هنا أحسن أسعار بليها أسعر في مكان هنا نهاردة الأسعار فعلاً جميلة جداً وإحنا خدنا حاجات كتير يعني وبقول للشرطة كل سنة هم طيبين ودايماً يا رب في ازدياد والبلد في خير دايماً وربنا يعين الرئيس على البلد وربنا قوي كل سنة ومصر كلها بخير بمناسبة عيد الشرطة كل سنة وكل زباطنا بخير كما تم إقامة عدد من السرادقات بمختلف المحافظات بغرض عرض المنتجات المشاركة في المبادرة سواء غذائية أو صناعية وبنسب التخفيض المعلن عنها مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر والكل عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاة شعبه وقيادة وشرطة إحنا وكل فر حبك علينا بلدي فر ونبقى جنبك للنهاء مدريات الأمن قامت بالتنسخ مع كبار التجار والموردين وأصحاب الكيانات الصناعية الكبرى كلهم بنطاقها بهدف إتاحة السلع بمختلف أنواعها بأفرع السلاسل التجارية بأسعار مخفضة ليستفيد منها شريحة كبيرة من المواطنين إضافة إلى سيارات متنقلة بالميادين لبيعة الك السلع بذات التخفيضات وفي إطار مبادرة كلنا واحد وبمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة قامت وزارة الداخلية بتوزيع بوات مجانية تحتوي على سلع غذائية أساسية وذلك على قاتل يحي الأسمرات إحدى المناطق الحضارية الجديدة التي أنشأتها الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتهدف تلك المساعدات إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين هناك ودعمهم وتؤكد مبادرة كلنا واحد منذ إطلاقها إنحيازها التام لاحتياجات المواطنين لتخفيف الأعباء عنهم وهو هدف وزارة الداخلية منها مرحلة جديدة من مبادرة كلنا واحد بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة تطلقها وزارة الداخلية وهي ضمن مراحل كثيرة من هذه المبادرة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال توفير السلع الاستراتيجية وما يحتاجوه البيت المصري بأسعار مخفضة تصل نسبة التخفيض فيها إلى 60% عبدالله بركات التلفزيون المصري